لما سئل النبي عليه الصلاة والمسأله رجل قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك ولذلك العلماء لما وقفوا عند هذا الحديث قالوا لماذا هذه الأشياء الثلاثة قالوا لأن الأم أضعف من الأب في مسائل الاعتمال والشغول والكسب مثلا الأمر الثاني أن الأم يعني عانت في قضية الحمل والوضع والولادة والتربية والرضاعة ولذلك حق الأم عظيم في مثل هذا الأمر